نحتاج منا لرعاية الصبر مدعا لكل من ترغب في حدوث حمل جديد ولكل من تنتظر حدث سعيد ولكل من رزقت بمولود جديد هنا بإذن الله تعالى تلاقي نصيحة مخلصة وعلمية ومفيدة ووعد أن ده أكيد في انتظار اتصالاتكم وتساؤلاتكم وتلفوناتكم على أرقام البرنامج التي يتكرر ظهورها عبر الشاشة يمكنكم التواصل عبر رسائل SMS أو عبر صفحة البرنامج على الفيسبوك في الحلقات السابقة ومنذ شهور ومنذ بداية الابتلاء بهذا الوباء بالإصابة والعدوى بفيروس كورونا المستجد والمستحدث وما ينتج عنه من إصابات ومن مرض وهو ما يعرف بكوفيد 19 خصصنا دقائق في حلقات هذا البرنامج للحديث عن هذا الوباء وكيفية تفاديه وأعراضه وكيفية التعامل معاه والأول اتكلمنا على علم الأوباء واتكلمنا على انتشار الوباء واتكلمنا على وسائل الحفاظ والتباعد علشان نتفادة ده ثم تحدثنا عن الحالات البسيطة التي يتم علاجها داخل المنزل وفي الحلقة السابقة تحدثنا عن الحالات الشديدة المتدهورة التي يستدعي ذهبها إلى المستشفى وأحيانا الدخول إلى العناية المركزة وفي كل حلقة من دول ثمنا على مجهودات الأطباء وحينا مجهوداتهم لأنهم يحاربون المرض ويدافعون عن هذا الشعب للأسف الشديد ما زالت نسبة الوفيات نسبة مرتفعة في جمهورية مصر العربية مقارنة شوية بالدول المحيطة بنا ويعزى نسبة الوفيات المرتفعة رغما أننا مجتمع شاب وبالتالي المفترض أن نسبة كبيرة من المجتمع صغار السن وهذا المرض عندما يصيب صغار السن لا يحدث غالبا مضاعفات لكن إحنا معظم الوفيات عندنا في الأمراض المزمنة لأن المجتمع المصري والمريض المصري مريض غير ملتزم بعلاج أي مرض يكون حيمتد علاجه لأكتر من أسبوع شهر فاللي عندهم سكر وضغط غالبا مش منضبطين ووجود هذه الأمراض المزمنة غير المنضبطة إذا أصابهم المرض ده احتمالية حدوث المشاكل وتدهور الحالة واحتماليات الوفاة بعد الشرعان حضراتكم احتمالية علي يبقى الطبيعة المصرية في عدم ضبط الأمراض المزمنة الطبيعة الأخرى في الإنكار والمجدلة التي يشتهر بها هذا المريض المصري حرارتي علي يا دكتور أيوة احنا في زمن وباء لو سمحت أي ارتفاع للحرارة أو أي شك فيه إن المرض ده كورونا يجب أن يعامل على أنه كورونا إلى أن يثبت عكس ذلك ومن نظام صحة العالمية قالت كمان حتى إذا ثبت عكس ذلك لأن أقوى التشخيصات بالمساحات المساحات لها نسبة فشل 30% أنها طلقت أحيانا بعض المرضى وبالتالي أي وجود أعراض يجب أن تعامل على أنها كورونا العيان بتاعنا لا ده مش عندي لا أصلا حرارتي علي حاجة بسيطة لا أصلا عندي التهاب في الجيوب الأنفية لا أصلا خدت دش وخرجت أعدت في المروحة لا أصلا كنت تعرضت للتكييف لا أصلا رحت البحر وأعدت على البحر لا أصلا حرارتي يا دوب عالية نص درجة وبناء على ده حاولت أن أنا أجمع على حضراتكم للقضاء على هذه المجدلة الأعراض التي يحدثها هذا المرض وقد قمت بتجميع هذا المرض الذي بلا كتالوج حتى الآن والذي يحدث كل شيء وضده ونشر اتنشر هذا المقال اللي جمعت فيه أعراض هذا المرض على موقع بوابة الوفد منذ 48 ساعة وحستعرض المقال ده مع حضراتكم ياريت لو الصور جاهزة نجيب الجزء الأول من هذا المقال ده الجزء الأول من هذا المقال أعراض الكورونا المعروفة حتى الآن ناس فكره أن الارتفاع الحرارة شيء حتمي بمعنى أن أنا أجي أقول لحد أقول له دي كورونا يقول لي إزاي دكتور ده حرارتي ما عليتش أيوة ارتفاع الحرارة هو العرض الأشهر والأكثر حدوثا بيحصل في 80% من الحالات لكن في 20% من الحالات بلا ارتفاع الحرارة تماما وأنا شخصيا أعرف ناس بالاسم وصلوا للمكتوب ده مراحل متأخرة ودخلوا العناية المركزة دون أن يكون عندهم أي ارتفاع في درجة الحرارة وبالتالي ارتفاع درجة الحرارة هو العرض الأشهر والأكثر حدوثا لكنه عدم وجوده لا ينفي إن دي كورونا خاصة في ظل وجود الأعراض اللي حال وإلها بعد كده ده العرض الأكثر شهرة والأكثر حدوثا نجيب الصورة رقم 2 العرض الثاني هي الأعراض التنفسية مرض الكورونا هو مرض تنفسي تنفسي بمعنى أنه ينتقل برازاز التنفس مع العطس والدحك والكحة والصوت العالي والتقارب بين الناس لكن ليس معنى كلمة تنفسي أن أعراضه تنفسية وتنفسية فقط فالأعراض التنفسية أعراض هامة وتمثل العرض رقم 2 في نسبة الحدوث بعد ارتفاع الخرارة لكنها ليست حتمية يعني في ناس جالهم الكورونا وخفوا منها من غير ما يجالهم أي أعراض من اللي حنقولها دي اللي هي ألم الحلق واللي عنده ألم حلق والنبي ما يعودش يقول أصلا شربت شي سخن مبارح وصعوبة البلع والألم في الزور والألم مع التنفس وصعوبة التنفس والنهجان والكحة والكحة عرض شهير لكنه ليست حتمية فبالتالي لم يلاش حد ييقول لنا أصلا أنا ما كحدش خالص تمام؟ وزي ما مكتوب قدام حضراتكو كده أن في ناس بتصاب بمضاعفات بالتهاب رئوي شديد وقد يصل إلى مراحل الوفاء ومن غير ما يكون عندها حرارة وفي ناس بنعمل لها أشعة على الصدر نلاقي عندهم مشاكل واضحة وتأثيرات واضحة في الرئة من مرض الكورونا ودون أن يشتكوا بأي أعراض وبالتالي في حاجات تتاخد بعين الاعتبار في مشكلة خاصة بمرض الكورونا المكتوبة في آخر سطر دي أن الناس أحيانا بيحصلهم تأثر شديد للرئة لدرجة أن تنقفض نسبة الأكسجين في الدم إلى أرقام لا يمكن تخيلها أرقام 40 و50 و60 ويبقى المريض ما بيشتكيش بحاجة وده ما نسميه سايلانت هابي هايبوكسيا عشان كده هذا المرض بلك تلوك حتى هذه اللحظة وهو يسير كل شيء وضده يرفع الحرارة وفي حالات ما ترتفعش ويعمل أعراض تنفسية وفي حالات ما فيش الرئة تتضمر ويحصل أعراض شديدة والرئة تصاب وأحيانا بلا أعراض على الإطلاق فالأعراض التنفسية هي الأعراض رقم 2 في هذا المرض نشوف بقى العراض رقم 3 اللي الناس مش متخيلة ده إيش متخيلة؟ نشوف الصورة اللي بعديها إننا جالي إسهال وألم في الأمعاء وجالي دور قئ وقعد استمر 3-4-5 ديان وما كنتش عارف تفسيره إيه وده جالي في أول رمضان وأنا قلت من الصيام وده جالي قبل رمضان وده جالي في العيد وأنا قلت عشان كلت كحك كتير والناس لا تعرف أن الأعراض بتاعت الجهاز الهضمي هي التالية لأعراض الجهاز التنفسي في نسبة حدوثها في المرضى بتوع الكورونا ويحصل تغير في شهية للأكل ناس تفقد الشهية وناس تزداد شهيتهم بس دول قليل ويحصل تغير في التزوق وليس حتما أنك تفقد حس التزوق وليس حتما أنك تفقد حسة الشم ووجود هذه الأعراض يرجح وبلاش لو سمحتم الكلام اللي يجيب مرض للدكاترة أن دي أصلا عندي التهاب في الجيوب الأنفية بعض الحالات كل شكواها أنه بيبقى عندها ارتفاع في إنزيمات الكبد وارتفاع إنزيمات الكبد ده يؤثر على شخصيتهم وعلى نومهم وعلى طبيعتهم وأحيانا يزيد من عوامل يزيد النزف عندهم فنلاقي سيدات كل شكواهم أن حصل لها تعب إرهاق أنا مهمدة وبعدين حصل عندي نزيف مهبلي نتيجة لتأثر إنزيمات الكبد اللي محدش باخد باله منها وتأثرها وبالتالي إحداثها الإضعاف في عوامل التجلط وبالتالي نزيف ودي الأعراض بتاعت الجهاز الهضمي وهي الأعراض التالية للجهاز التنفسي وفي ناس جالهم الكورونا وخفوا منها واختفت دون أن ترتفع حرارتهم ودون أن يفقدوا حسة الشم ودون أن يحدشتهم أي أعراض تنفسية وكل المشكلة إن كان عندهم مغس ألم في البطن قيء وإسهال نشوف الصورة اللي بعدين الأعراض التالية إن بيحصل مشاكل في الجهاز البولي ودول أنا ناس أعرفهم بالاسم إن تأثرت القلية بتاعتهم وبعض الناس حصل تدهور في وظائف الكلة وبعض الناس تدهور سريع في وظائف الكلة على مدى أيام وبعض الناس حصلهم فشل كلوي مؤقت وبعضهم قد يكون دائم وبعض الناس اضطروا لغسيل الكلة وبعض الناس تسبب المرض وتأثيرته على الكلة في وفاتهم لأنه يبدو أن هذا المرض يحدث خلال مناعي وبالتالي مناعة الجسم عندما تصاب دايما هي اللي بتعمل فيض مناعي زي ما شرحناه في الرئة وسوائل مناعية تدمر الكلة أحيانا وبالتالي هذا المرض أحيانا بعض الناس كل مشاكلهم أن يحصلهم تأثر في الكلة ويحصلهم ارتفاع في وظائف الكلة يصل إلى مرحلة الفشل الكلوي أعراض ومشاكل الجهاز العضلي والحركي في ناس كتير مش متخيلة أن الكورونا واحد من أعراضها الرئيسية أن يحصل تهابات في العضلات وبالتالي ألم في العضلات وبالتالي عدم قدرة على المش عدم قدرة على بزل المجهود بعض الناس بيحصل لهم ويستنج يعني العضلات دي تدمر ويقل سمكها ووزنها ويحصل لهم صعوبة في الحركة وإحساس الهمدان وعدم القدرة على بزل المجهود من الأعراض الرئيسية والمشهورة واللي الناس كتير ما بتاخدش بالها منها وأحيانا العضلات اللي تتأثر تكون العضلات التنفسية وبالتالي بقى عندهم صعوبة في التنفس رغم أن الرئة قد لا تكون مصابة لأن العضلات اللي بتحرك عمليات التنفس قد تكون هي اللي فيها خلل وقد يصل التأثر في الجهاز العضلي والحركي إلى مرحلة جيان باريسندروم ودي حاجة يعرفها الأطباء جيان باريسندروم دي واحد من مضاعفات للتهابات الفيروسية يؤثر على الأعصاب وقد تتأثر الأعصاب بدرجة شديدة لدرجة أن يحصل شلل في بعض الأماكن من الجسم وقد يحدث الجيان باريسندروم شلل في الجهاز في عضلات الجهاز التنفسي فتؤدي إلى فشل تنفسي وقد يذهب المريض تماما والجيان باريسندروم واحد من المضاعفات اللي حصلت للكورونا على مدى الشهور الماضية ورغم أن هذه الجائحة لها عدة شهور فقط منذ عدة أيام أعلنت إحدى المراكز الطبية في أوروبا بتهالي في فرنسا أنهم نجحوا في علاج حالة وحيدة حصل لها جيان باريسندروم من الكورونا وشفيت المالبقين بيحصل لهم إيه اللي بيحصل لهم جيان باريسندروم للأسف وفاه نشوف الصورة اللي بعدها أعراض نفسية وعصبية محدش يستغرب أن مرضى الكورونا بعضهم بينام كتير وبعضهم يبقى عندهم أرق شديد وما يناموش لأيام طويلة والضعف وعدم القدرة على التركيز وعدم القدرة على الحركات الإبداعية يعني ده كان موظف مبدع كده في شغله وبياخد قراراته مش عارف إيه جاله كورونا ورجع شغله ناس حست أن نفسيته أداءه المهني تأثر لأنها تؤثر على الجهاز العصبي ومبارح إحدى المواقع الإهبارية نشرت دراسة بتقول أن فيه ثلاث مراحل لتأثر الجهاز العصبي والمخ بالكورونا وبالتالي بنلاقي ناس بيخشوا في حالات نفسية ناس عندهم كورونا زي السطر القبل الأخير أو التالت من تحت ده كل شكواهم أن عندهم صداع شديد أو صداع نصفي وقد يكون العرض الوحيد لهذا المرض تغير الشخصية سهولة الاستثارة يبقى عصبي عنده انفعالات هستيرية بعض الناس يعانوا من خلل نفسي وقد يستمر الخلل نفسي لشهور بعد إصابتهم بالكورونا وقد يكون نتيجة لتأثر الجهاز العصبي بالفيروس وقد يكون نتيجة للضغوط اللي تحطوا فيها أنه بيتحكلموا على أنه عنده مرض وأنه فيه نسبة وفاة وأنه هذه الضغوط أسرت عليه وعلى حالته النفسية لفترات بعد المرض يعني القصة مش بس قصة أنه يجيله مرض ويشفى لا ده كمان قد تكون له آثار مستقبلية تؤثر على العوامل النفسية وشخصية البني آدم ويتغير قدراته كان مهندس ناجح جدا ما بقاش قادر يركز كان موظف مثالي جدا ما بقاش يقدر يركز في شغله ما بقاش مبدع في شغله كل ده قد يحدس نتيجة للتأثر الكورونا يبقى الكورونا ما هياش ارتفاع حرارة بس وما هياش نهجان وكحة زي ما حضراتكو متخيلين نشوف الصورة اللي بعدين الأعراض الجلدية دي كتير جدا من الناس بتهملها وجده أن أعراض الكورونا قد تحدث تغيرات في الجلد بتحصل نطوآت في الجلد حكة في الجلد نوع من أنواع الطفح الجلدي اتوصف على الأقل خمس أنواع من الطفح الجلدي في مرضى الكورونا معظمهم بيبقى معاه حكة وتوصفت الأعراض الجلدية دي بتبقى قافل أغلب في أصابع اليدين والقدمين لدرجة أنها وصفت بكوفيد تو كوفيد تو يعني أصبع موجودة في السطر الأخير في الصورة كوفيد تو يعني فيه شكل معين لالتهابات الجلد ومشاكل الجلد في الأصابع بتوع مرضى الكورونا كتير من مرضى أي فيروس بيحصل لهم التهاب في القزحية ولا في ملتحمة العين ويؤدي إلى حمرار شديد في العين فكتير من الناس يقولك أنا مر علي يومين تلاتة كنت مصدع هندان جسم مكسر عيني محمير رئوي أنا قلت ده حصل للتهاب في عيني ومحسيتش بحاجة غير كده وبعد ثلاثة أربعة أيام الكلام ده راح ويكون ده كورونا وطبعا نمارس الإنكار الشديد اللي مشهور بين المرضى بتوعنا الانزايم الريسبتور المستقبل اللي بيستقبل فيروس الكورونا اسمه أنجي تنسين انزايم 2 الـ ACE2 ده موجود في مناطق منها الجهاز التنفسي عشان كده هو بيروح لده منها الجهاز الهضمي عشان كده بيؤثر على ده منها كمان العين عشان كده العين من أماكن دخول هذا الفيروس ودايما منقول للناس لو سمحتم لما إيدك تتلوس اغسلها وما تجيبش إيدك على وشك على بؤك على مناخيرك على العين لأنها واحد من مناطق دخول الفيروس والأعراض الرمضية المؤثرة على العين قد تكون الأعراض الوحيدة للإصابة بفيروس كورونا نشوف اللي بعده تغيرات في الدم مشهور جدا واشتهر ده ومكتوب على وسائل التواصل الاجتماعي أن هذا الفيروس يحدث زيادة في تجلطات الدم وزيادة تجلط الدم ده اللي بيؤدي لضعف انتقال الغازات في الرئة وبيؤدي إلى مضاعفات ومشاكل الرئة وقد يكون هو المدمر للكبد في بعض الأحيان وقد يكون السبب في الفشل الكلوي في بعض الأحيان عشان كده العوامل التجلط اللي بترتفع والتجلطات اللي بتحصل في الدم واحد من المضاعفات الشهيرة لهذا المرض واحد من الأدوية اللي بيحتوي عليها بروتوكولات العلاج أن احنا ندي مسيلات للدم أبسطها الأسبرين لكن غالبا ده ما بينفعش قوي بنحتاج إلى أدوية أقوى سواء بالفم أو حقا تحت الجلد لإحداث السيولة للأسف الشديد أن بعض الناس عندهم بس دول قليلين بيحصل لهم قلة في عدد الصفائح الدموية وبالتالي يحصل لهم سيولة وبالتالي لو أدنا أدوية سيولة يبقى عندهم مشاكل كثيرة جدا من ضمن المشاكل الأجسام المضادة أثبتت الأبحاث أن اللي بيصاب بالكورونا بيبقى عنده أجسام مضادة طب مش كل الناس اللي بتصاب بيتكون لها أجسام مضادة طب الناس اللي بيتكون لها أجسام مضادة الأبحاث وحضراتكم قاليتوا بكلام ده بتثبت أن بعد أسبوعين وناس بعد شهرين وناس بعد ثلاثة شهر بيبتدوا يفقدوا هذه الأجسام المضادة وبالتالي نظرياً يبقوا عرضة للإصابة مرة أخرى وبالتالي نظرياً عندنا صعوبة في تقبل أنه هيبقى فيه لقاح يستطيع أن يرفع الأجسام المضادة لتحدث مناعة ضد الفيروس لسنوات طويلة نتيجة لتحوره ونتيجة لأن الأجسام المضادة بتاعته بتفقد وفيه ناس بعد شهرين ثلاثة حيروحوا يحللوا في معمل فيلاقوا عنده أجسام مضادة جداً مرتفعة للكورونا فاقولوا انت جالك كورونا ولهم والله ولا حسيت بأي أعراض ولا جالي أي حاجة وده شيء مقبول وقلنا 80% من البشر اللي هيصابوا مش هيحصوا بأعراض وحيبقى عندهم أجسام مضادة ونسبة من اللي هيصابوا عندهم أعراض ودرجات شديدة ودخلوا العناء المركزة يروح يدور بعد شهر اثنين على أجسام مضادة عنده فما يلاقيش أجسام مضادة تكونت له أو تكونت وذهبت أدرج الرياح بسرعة شديدة وبالتالي أصبح أرض الإصابة مرة أخرى فهو كل حاجة وعكسها كل حاجة وضدها فهو بلا كتالوج حتى هذه اللحظة نشوف الصورة اللي بعدها هذا كان فاضل صورة أخيرة فبالتالي بعد إذن حضراتكم التحاليل المعملية ناس يبقى عندهم كورونا نحللوا التحاليل بتاعتهم اللي إيها كلها كويسة يوم أول ما يجيب التحاليل أهو يا دكتور اللي بتقولولي حرارتي علي ده كورونا كل تحاليل كويسة التحاليل لا تنفي إن عندك المرض التحاليل دي بنعملها عشان نشوف درجة المرض وقفر على أجهزتك قد إيه لكنها لا تنفي أو تؤكد المرض الحاجة التانية كمان إن في ناس يدخلوا المعمل ماشيين على رجليهم ناس بتشك إن عندهم كورونا فنعمل له تحليلنا التحليل متدهورة جدا يا عمي أنت بتشتكي من حاجة أنت إزاي قادر ماشي على رجلك بالتحاليل دي؟ لا ما عنديش أي شكوى ونفس التحليل اللي فتحت ده اللي اسمه معامل للتهاب معامل للتهاب ده تحليل بيشير للتهاب بيبقى مرتفع جدا في بعض الحالات الكورونا وبعض الحالات التانية ما نلاقيش معامل للتهاب ده مرتفع على الإطلاق بعض الحالات يصل لعشرين تلاتين ضعف وبعضها يبقى التحليل ما فيهوش أي مشكلة نشوف الصورة اللي بعديها قبل ما نطلع الفاصل ونشوف بقى كمان تأثيرات العلاج الصورة الأخيرة العلاجات استجابة المصابين للعلاج ده فيروس وبالتالي مش المفروض نديله مضادات حيوية فيه ناس بناديهم مضادات حيوية لأن فيه نوع من المضادات الحيوية بيساعد دخول الزنك للخلايا وهذا يقي من الفيروس على البكتيريا اللي تبقى Secondary Bacterial Infection اللي هو التهاب بكتيري ثانوي ففيه ناس ياخدوا مضادات حيوية يحصل لهم تحسن شديد وناس ياخدوا المضادات الحيوية تقل مناعتهم فتزداد درجة المرض الكورتيزون اللي اسمعنا عنه الهيدر الكورتيزون اللي بيقلل الفايد المناعي والاستجابة المناعية وعاصفة السايتوكاينز ناس تاخد الكورتيزون يقلل هذه العاصفة المناعية نخرج للفاصل وناس تاخد الكورتيزون ما يحصلش استجابة كويسة وبالتالي فيه اختلاف في استجابة البشر مش بس للمضادات الحيوية والعلاجات الدوائية وكمان مسائلات الدم وكمان للكورتيزون فهو مرض بلا كتالوج افضل حاجة في الدنيا انه مايجلكش لو سمحت اتبع وسائل الوقاية وزجالك لو سمحت اعترف ان عندك المرض ولا تجادل ومن بدري ابتدي خد العلاج عشان ما تتضهورش وتصلش للحالات المتقدمة شفاكم الله وعفاكم وعفانا وعفاكم ورفع عننا الوباء والبلاء استأذن حضراتكم في فاصل قصير وبعد الفاصل نواصل مع حضراتكم المعتاد دائما وكل الخير مع بشرة خير اهلا بحضراتكم وعودنا اليكم بعد الفاصل ونواصل بشرة خير اذا كان فيه اتصالات هنبتدنا نستقبلها ما كانش نستكمل الحديث فيه اتصالات تعم وبالتالي اللي عايزين نخرج به من المقال اللي تقال ان الاعراض ليست محددة وواضحة ولكنها محيرة واي اعراض شبيهة بهذه الاعراض في زمن الوباء يجب ان تعامل على انها كورونا الى ان يثبت عكس ذلك وحتى اذا ثبت عكس ذلك لان التدخل السريع المبكر يضمن تحجيم المرض وتقليل اهطاره الجانبية ومضاعفاته وبالتالي تقليل معدلات الوفاء طيب معنا اتصال اتفضله اتفضلي يا ام كريم وعليكم السلام بنتك عمرها 17 سنة ومجتلقاش دورة بنتك عمرها 17 سنة ومجتلقاش دورة ايوة ايوة فلازم تكشفيها يعني عند مصر لازم تكشفي عليها في مصر طيب هي عندها اي اعراض للبنوخ يعني الدورة ما جاتش دي في مناها لكن هي بلغت من ناحية رؤية الناس ليها يعني طولت اعراضت طلع لها ثادي طلع لها شعر تحت الابط شعر من تحت بعد ما ادها البرشام يا دكتور بعد ما ادها الدكتور ايه بعد ما ادها البرشام ادها برشام ولما ادها برشام الحاجات دي ظهرت ما كانتش ظهرة قبل كده لا ما كانتش ظهرة ونزل الدورة ونزل الدورة بس تنزل بالبرشان بالبرشان بس التحاليل عمل لها تحاليل الهرمونات عمل لها تحاليل الهرمونات طيب وقال ايه لما شاف نتيجة تحاليل الهرمونات ولا شافها قال لا دي ما تنفعش عندنا لازم تسافروا مصر لا هو جال انا مش اقدر عليها فايه هو جال ما هي المبايد بتاعتها يعني زي السلة قال بتعرف جواها ايه المبايد بتاعتها زي الايه زي السلة بس مش عارف جواها يعني زي السلة اللي المفروض يبقى جواها بيض بس انا مش عارف فيها بيض ولا السلة دي فرغة ما فيهاش بيض اه تمام بس تجلني يعني هي الدورة انا بديها علاجة فان نزل دورة ايوا العلاج اللي انا بديه طيما الدكتور ده صادق هو يعني قال الحالة دي كبيرة وفوق طاقتنا هنا انا بديها علاج بينزل دورة اصطناعية ده علاج هرمونات تعويضية اما التشخيص اليقيني هي مشكلتها ايه وفرصها بعد كده ايه في النتيجة دورة او ما تجيش ويحصل حمل او ما يحصلش دي محتاجة لتقييم اعلى من طبيب متخصص فانزلوا بيها القاهرة لحد يعرف يجاوب على الاسئلة دي صح ايوا فاندم ما هو جايز في حالات لا يمكن حتنزل بعد كده اللي من غير علاج يعني مش مش في حالات علاجها انها هتاخد علاج وفي حالات هتاخد علاج ينزل دورة وبيعندها فرص للحمل وفي حالات هتاخد علاج ينزل دورة وبيعندها فرص عالية للحمل وفي حالات هتاخد علاج ينزل دورة وممكن تحمل فقط بالحقن المجهري وفي حالات هتاخد علاج عشان ينزل دورة ولا امل لها في الحمل يعني كل التبديل دي واردة بس الإجابة على كل هذه الأسئلة هي مين من دول الإجابة في ده فإنها تيجي نقوم نحل الهرمونات وفي معمل كويس وفي توقيت صح وعين خبرة تقرأ التحاليل دي فتجواب على الأسئلة دي حاضر حاجة وحضرتك أنا فهمت السؤال السؤال إن التحاليل معظمها بتتعمل في أيام الدورة وهي ما بتجلهاش دورة وما عندهاش دورة منتظمة والدورة ما بتنزلش هلا بالعلاج وإحنا بقالنا فترة كمان ما خدناش العلاج لإن زهقنا بلاقينا إن بالعلاج تيجي في أي وقت هي ما جفتها فقال حلق مرات بش بالعلاج فالمر الراحة قال استنيها من جاء العلاج فأنا جاه ما جاتش عظيم أنا فهم بقى سؤال حضرتك نيجي لحضرتك إمتى عشان لما نيجي إحنا جايين من صفر طويل فما تقول لناش المعادل اللي انتوا جايين فيه مش مظبوط وترجعونا تعالوا في أي وقت دون أخذ أي علاج يعني حتى يعني طب العلاج جاعت يعني تستمر عليه ما هو فاندم أنا بقوله هو عشان نعرف نعمل التحاليل انتوا بتقولوا بقالها فترة ما خدتش العلاج فأنا بقول ما تاخدوش واستنتوه من غير علاج وما جاتش أنا بقى بجاوه من النقطة دي ما تاخدوش علاج تاني وتعالوا يعني اللي طول العلاج جاتي ونجيه اه ما تاخدوش العلاج وحتبقى الضورة وتيجوا في أي يوم طب يعني يا دكتر طيب يعني رفت الظروف بيعطي كده فيعني نجيش من الإمتاز لا أنا مش سامع مش فاهم يعني الظروف يعني بتاعة الكورونا دي والمرض بيعطي يعني حايتين احنا برضي البتلة متأخر عليها طب فاندم هو الظروف بتاعة الكورونا دي ظروف موجودة في الشارع وفي المجتمع وفي البلد كلها مطلوب عشان ظروف الكورونا دي ان حضراتكوا تقللوا الخروج إلا للضرورة ولما تيجوا حد ييجي معاها مش تيجوا ستة سبعة معاها ولما تيجوا تحرصوا على التباعد لكن انا عايز اسألك حضرتك سؤال هي بتنزلها الشارع ولا بتنزلهاش لا هي احنا جاعدين في الصعيد كده انا عارف ان انتوا في الصعيد انا بسأل سؤالة هو جاوبي عليه اه او لا بتنزل الشارع ولا ما بتنزلش اه بتنزلش عظيم اه بنزلها للشارع زي مجيتها عندنا تمام والناس كلها ابوها بينزل يروح شغله ولا لا اه بينزل يروح شغله لانه مضطر لشغله وبياخد الاجراءات الاحترازية يعني ايه الاجراءات الاحترازية يعني لابس الكمامة يعني التباعد بين الناس يعني ما يعودش مع حد في مكان مغلق يعني ما يعودش لفترة طويلة يعني يبقى بيرفع منعته بياكل كويس وصحيته كويسة ثم يدعو الله ان لا يصيبه مكروه لكن الحياة ستستمر لان الكورونا موجودة ومش هنوقف حياتنا على ده طب ايه يعني يا دكتور يعني لو اتأخر مأسنا في علاجه يعني شوية حيضرها ماهو انا يا فندم مش قادر اجاوب حضرتك لاني مش عارف الحالة ماهو عشان اجيب لازم بعارف تشخيص لكن كقعدة عامة عندما يكون هناك مرض يجب تشخيصه وعلاجه المصريين هم الناس الوحدين ولو اتأخرت شوية يا دكتور يعني امشي به شوية اربيه كده وكبره طبعا ده مش اجابة صح كل ما نسعى يا امي سمعت انه زي الشغتة وسمعت انه سبت وسمعت انه كيس وسمعت انه ده مش طب ماهو انت حضرتك عمالت قولي لي اه الدكتور لما يقول انه شغتة قول انت بقى حيطلع عندها ايه معرفش لان ده مش طب لكن لما تقوليه كده الدكتور قال ان عندها سن يأس مبكر اعرف الدكتور قال ان عندها هايبو جونادوتروفيك هايبو جوناديزم اعرف هي عنديها 17 سنة فانا عايزين عايزة من هي وصغيرة يعني عشان فرضو ايه يعني كينا بعد ايه ايه يا فندم ماهو عشان كده احنا بنقول ده ها هنعمل ايه لما الظروف تسمح وحننزل نيجي بيها ويكون معاها واحد بس ما نجيبش فريق وراها ونبقى مستعدين لعمل التحاليل وحنيجي نقعد ساعة زمن نعمل التحاليل والصنار نشوف المبيض بتاعها اكبره ايه ونجيب حضراتكو اجابة واضحة قاطعة علمية طبية ما فيهاش بقى ثبت وشغتها تحاليل الساعة اللي حللناها هنا ولا لا انا ما عرفش التحاليل اللي حضراتكو عملتوها ايه عشان اعرف هي مجدية ولا وعموما بغض النظر عن التحاليل اللي انتو عملتوها حتى لو كانت هي ممتازة سنعدها ليه لان الحالات دي اخذ قرارات لازم يبقى قرار هام جدا ولازم اي تحليل يتعاد مرتين علشان ناخد قرار قاطع اللي عرف يا فاند ربنا عيش فيها ويعافيها طيب هو قبل ما اقول لأستاذ محمد بس اقول قاعدة عامة لو بنت ما بتجلهاش الدورة ينتظر لحد عمره 14 سنة طالما فيه ظواهر انثوية وعلامات للبلوغ يبقى ممكن عند 12 سنة عندها سادي وابتدى يطلع لها شعر ينتظر لحد عمره 14 سنة عدت عمره 14 سنة تمام طالما عدت عمره 14 سنة سواء فيه ظواهر انثوية او مفيش تذهب الى فحص وطالما وجدش دورة عدنا هذا السن معنا اتصال تليفوني اخر اتفضلوا عليكم السلام يا سيد محمد اتفضل اقول لحبتك يا دكتور انا دي بقيت متجوز بقيت ثلاث ثمين ايضا بعد الاول ما تجوزت بقيت ثلاث شهور حصل تأخذ من اول طرح ما كشفنا فالدكتورة قال وقاست هرمون اللبن وبعدين نزل والدورة بعديها انتظمت ولا فضلت تتأخر طب فاند ما عليش ثانية واحدة عشان حضرتك بتعزز وهم الكلام اللي قالت لكم الدكتورة كلام له علم وله طب ولا اساس طبي له ولا تنام على ظهرها ولا دقيقة ولا ديئتين ولا ساعة ولا ساعتين ولا ثلاثة وهي عملت الكلام ده حصل حم لانه وافق قدر الله لكن ده لا اساس طبي له على الاطلاق انا عايز اسأل حضرتك سؤال بسيط بس قبل ما حضرتك تكمل حكايتك حضرتك سمعت عن انثى اغتصبوها في الشارع بتحمل وارد بتنام على ظهرها لا عرفت الاجابة ايه تمام تمام الكلام اللي تقال لكم ده لا منطقة وراءه نعم تمام نحن دلوقتي الجزء بعد ما حصل دلوقتي الجزء دي وقفت القؤن وقفت البرشان بعلها لخمس شهور ايوه طبعنا الدورة مرة تجدها 40 يوم مرة 40 يوم تاني مرة بعد كده بعد 28 يوم تمام بعد الشهر ده بعد 33 يوم وبرضو نفس الكلام ما فيش اي حاجة يعني هي موقفة كل حاجة بلك امش فيه ما هفاند من اقولت لحضرتك والدورة قعدت مش منتظمة فقلتلي لا دي منتظمة زي الفل ايه الدورة الوقتي بيقى مش منتظمة ايوه الوقتي الدورة مش منتظمة هو اللي حصل اول اللي حصل اول هو اللي موجود دلوقتي نفس المشكلة اللي كانت موجودة الاول كانت موجودة من درجة بسيطة لأن وزن الست دي وبطنها اللي عليت بعد الولادة كانت من درجة بسيطة فالمشكلة اللي كانت من درجة بسيطة أخر التأخر بسيط في الدورة في انتظامها في الحمل نفس المشكلة بقى تعازمت فتعازمت الأعراض طيب كويس جدا تكيس المبايد يا سيدي الفاضل أقوم أنا مش حد تاني بتدريسه في كلية الطب الأسر العيني فتكيس المبايد خلل هرموني يعرف بتحليل هرمونات ولا يعرف بالسونار طيب يعني المشكلة دلوقتي كيف يا دكتور؟ المشكلة ان الكلام اللي اتقال لحضراتكم كلام غير متخصص وغير طبي وغير علمي ومبني على لا أساس الزهاب لمتخصص يقول كلام علمي لأن ما قيل ليس علمي من أول نمي على ظهرك ثلاث ساعات الغد اللبنية شيء وهرمون اللبن شيء الغد اللبنية دي يعني فيه ستات يبقى حجم سدرها كبير يبقى فيه ألم قبل الضورة دي عندها تضخم التهاب توسع في الغد اللبنية دي حاجة لا تعوق حمل لكن ارتفاع هرمون اللبن اللي مش لازم يصحبه إفرازات من السادي عكس ما المصريين معتقدين حاجة تعوق الحمل لأنه أساسا ما تقس يعني أو تقس وكان عالي وخدته ده شوف حضراتك قلت إيه؟ لما حصل الحمل فما تبعناش وما إسناش أكدنا حضرتك أدركت أن لازم كل حاجة يتحمل لها إيه؟ تتقاس تمام؟ عايز أقول لحضرتك كم نقطة بقى كده؟ عدم انتظام الدورة يعني إن فيه خلل في الهرمونات هي كده مش منتظمة؟ تمام الجملة التانية الجملة التانية تكيّس المبايد خلل هرموني يعرف بتحليل هرمونات أنا بس بنقي الأخطاء اللي حضرتك قلتها أنا عارف إن الخطأ مش عامدة أنا برد على الأخطاء اللي اتقالت لك تمام ممكن تبعد عن التلفزيون بعد إذنك؟ تمام يعني هل هي فيها الدورة مش منتظمة؟ مظبوط ودي تالت مرة تسألني وأجاوب أقول آه اتنين قلت إن تكيّس المبايد ماله خلل إيه؟ هرموني هرموني يعني بتعرف بإيه؟ التحليل نمرة ثلاثة ما يرى على الصنار هي أكياس قد تكون بوايدات وقد لاه وقد تخرج وقد لاه وقد تكون جودتها جيدة وقد لاه وبالتالي الصنار ليس قاطعاً في إن نقول إن الستيدي تبودها كويس ما هي بطر حاجة تانية في الفترة الأخيرة دي الدورة بقيت تيجي عدد أيام أهل وبتيجي كمية أهل أيوة وشعر الرأسها بقى يقع كتير وبشرتها تغيرت بقى أنت أخذ فيتامينات بسخصة شعر الرأسها دا يا فندم دا وغلانتوك دي أنت تعرف أنت منين حضرتك؟ قاهرة طب أنا قاعد بيني وبينك كام كيلو متر ولا شفتكش وعرفت إن شعر رأسها بيقع وعرفت إن الدورة كميتها قلت وعرفت إن شخصيتها كمان وإطبعها تغيرت وأنا قاعد هنا عرفته منين دا؟ من كلامك لا مش من كلامك حضرتك ما قلتش كده خالص أنا عرفته أه عشان حضرتك دارس آه عشان حضرتك إيه؟ دارس ومتخصص فما قيل لحضرتك كلام وصلت؟ حضرتك كنت بتروحه ليه؟ حد قال لنا الدكتور دا نولدت معاه والدكتورة دي كانت بتتبع الحمل لبنت خالتها وصلت؟ تمام أطباء متابعة حمل يعني إحنا كده يا دكتور معتبين إحنا روح للأسنانة لما روح للدكتور تاني قال لي أعمل لي دا حليل الهرمونات اسم الله هو دا الدكتور هو دا دكتور تأخر الحمل تم هيا مع الدكتورة ما هي طلبت منينا نفس الكلام عملنا التحليل وقالت خذ المكتوديل وانم واتنام على دهرها وجمعها وده يا فندم حضرتك بتحكيلي عن مكان موجود من سنة حضرتك بتخلط الوقت عايزني أعالج النهاردة على حالتها من سنة تقولي وتعملولها تحليل هرمونات لي المرة اللي فاتت قالولها أعملي التحليل قبل ما نعملها كانت حملت ما تشوفوه لنا حل كده تمام حضرتك يعني ايه مصري تماما في التفكير والطريقة ماشي يجب تمام بس للأسف دا مبينفعش في الطب لا طبعا مختص فخضرتك اللي قال لحضرتك اعمل تحليل هرمونات قلت لها بلاواجع دماغ مرة اللي فاتت قالولنا اعمله تحليل هرمونات تستني كده نوزبر شوية هيحصل تمام اعم ماشي يا دكتور ان شاء الله هيحصل باذن الله ان شاء الله يا دكتور ماشي تمام شكرا العفو حاضر ناخد جيهان السلام عليكم يا دكتور وعليكم السلام ورحمة الله يا دكتور انا عندي 23 سنة كويس وكنت متجاوزة قبل كده مرتين مرتين في 23 سنة اتجاوزتي سنك كام 14 سنة 14 سنة اه طب انا حسكت وقعدت متجاوزة 14 سنة قد ايه كنت قعدت سنتين وما حصلش حالة فقالولك يلا بقى احنا متجاوزينها صغيرة عشان تجيب لنا عيال قد كده 16 سنة وحكموا عليك ان يلا باتوا بلا واجع قلب وفي ما يعرفوش ان 14 سنة دي قد لا يكون الرحم بتاعك ومبيضك لسه اكتملوا في السنتين دول كنت رحت لدى كترة بحثا عن الحمل وبعد كده يا دكتور انا اطلقت يعني جوازة الاولى ايوا بسأل رحت لدى كترة كنت عملت فحوصات كنت سعيتي للحمل ولا لا ايوا رحت كده مرتين ثلاثة كده وقالوا ايه في المرتين ثلاثة انا مش فاكرة يا دكتور انا يعني الكلام اللي قالي هولي مش فاكرة ماشي طيب ثم اعدت متطلقة قد ايه يعني سنتين كده واتجوازت سنتين وعلى سن 18 سنة تزوجتي تاني اه وبعد جعدت يعني سنة مع جوزي التاني ايوا بعد كده كنت باخد منشطات طول السنة دياتي وما كانش باشت الحم حلو كنت رحت لدى كترة في جزء كده انت ما قلتهوش كنت رحت لدى كترة وقالولي الطبويض ضعيف وطبعا ما قالوش كده بالسانهم لان قالولي كل حاجة كويسة عشان يتحكوا عليكي لكن كانوا بدوني منشطات فاكيد هم عارفين ان الطبويض ضعيف واقعد تاخد المنشطات سنة ولم تجدي صح يا دكتور بعد كده رحت لدكتور تاني اول ما رحت له جل عملي عملية منظار عشان حضرتك عندك تكييسات فعايزين نعالج ده عشان فرص الحمل تبقى اعلى وعشان المنزار كمان يكشف لنا فيه اي مشاكل تانية مع الطالة الحمل ولا لا هو ما قال ليس عندك تكييسات انا بفيلين في سبيسز يعني بكمل اللي مفروض ان حضرتك تكوني عرفة وبتقوليه المهم عمل المنزار وبعد كده عملت المنزار وجلي عندك لحمية على الرحم بعد المنزار يعني اسمها لحمية داخل تجويف الرحم مش على الرحم داخل تجويف الرحم ودي بتعرف بمنزار رحمي هم عملوا حضرتك منزار من تحت بس ولا منزار من البطن كمان لا من البطن يا دكتور من البطن اللحمية دي بقى بتبقى بتجويف الرحم بتعرف بمنزار رحمي كويس وارد وبعدين خدتي تقرير للمنزار مكتوب وممضي من الدكتور خدتي سي دي للمنزار اخدت تقرير بس يا دكتور لكن مفيش سي دي اتقلك اصلي الجهاز اللي بيسجل عطل بالذات يوم ما انت كنت بتعملي ما علينا ايوة انا عارف ده كل وبعد كده يا دكتور انا بعد ما الاملية ما اخدت بعد كده اجعت شهر وبعد كده اتطلقت فمالحقش اثر العملية يا يبان لان الدكتور كان قايل لك خلال ست شهور تأثير المنزار ده هيجدي ايوة هو جال للمباية ضعيفة ممكن يعني مباية ضعيفة جوي هما جالوا جماعة سوين جالوا من مش هيحصل حامل دي ايوة خالص اه يعني جماعة جوزك خدوا كلام من الدكتور يبدو يعني ان الدكتور قال لهم لها دي فراسة قليلة ايوة صح يا دكتور تمام فخدوا الكلمتين دول وقالوله دي واحدة قعدت بعد كده قبل كده مع واحد سنتين وما حصلش واحنا استحملناها سنة وصرفنا دفعنا فلوس المنزار اه الخصارة القريبة اكتر احسن من الخصارة البعيدة صح يا دكتور كلامة ام بعد كده اتطلقس يعني دكتور بعد كده اتجوز ايوة وقعدت خمس ظهور وقعدت كده حمال الحمد لله عشان ربنا يثبت ان الناس اللي ظلموكي دول كانوا يعني ما علينا ما حسبسي نصيب يا دكتور خدت يعني شهرين ونصب على سنة نزل طيب هو اللي حضرك بتحكي ده السيناريو بتاع المريضة عندها تكيص مبايد يبقى الطبوية ضعيف فما يحصلش حمل ويتأخر ثم اخذ منشطات ثم لما اعمل منظار فرص الحمل تزيد بس الناس اللي عندهم هذه المشكلة عندهم احتمالية عالية لإجهاض في أول ثلاث شهور وارد يعني وبعدين عملت أنا تحليل مخزون المبيض يا دكتور وقال لي التحليل منه هو خمسة من عشرة قليل وقد يكون ده السبب جالي ضعيف يا المبيض يبقى احنا كنا بنقول ان ما فيه خلل في الطبوية بسبب تكيص مبايد او طلع الخلل في الطبوية بسبب ان المخزون قليل ويبقى هو ده اللي الدكتور لما عمل المنظار شافه وخرج من غير ما يقول لك قالوا الاهل زوجك قال لهم المبيض بتاعتها صغيرة قوي وضعيفة قوي وفرصها في الحمل قليلة قوي وغالبا دي حتحتاج حقن مجهري وهم ما سمعوا الجملة دي فحسبوها كده التكلفة حقن المجهري حيتكلف له 30-40 ألف جنيه واحنا دفعين فلوس المنظار ولسه دفعين فلوس الجوازة من سنة فيبقى ايه المؤخر بتاعها ابرك من ده واركفر ربحا ايوة يا دكتور انا بعد ما نزلت العيل انا ليا 7 شهور دلوقتي ورشت للدكتور ما حصلت نصيب يعني بحصلت الحنى كنت باخد نصيبات وارد اسمعيني بقى عشان انتي بتفهمي كده وبتتكلمي كلام معقول وزين الناس اللي مخزونهم قليل ده مش معناه انهم مش هيحمله ومش معناه انهم لازم يعملوا حقن مجهري لكن لازم يبقوا قابلين ان هناك فرص لحدوث الحمل لكن هذه الفرص قليلة ونادرة واذا حدث سيحدث على فترات متبعدة واذا حدث احتماليات الاجهاض واردة اللي هو حصل لحضرتك ده بالزبط تمام فاذا استمر عدم حدوث الحمل الفترة طويلة انت بتقولي 7 شهور الوقتي وبسعى وبروح واجي نقوم نقول للناس دول روحوا يعملوا حقن مجهري واكيد حضرك سمعت الجملة دي من بعض الدكات ليس لان الحقن المجهري هو الوسيلة الوحيدة لحملك بدليل انك حملت طبيعي من 7 شهور لكنه الوسيلة الاسرع ولما عندنا ضعف في مخزون المبيض من البويضات بيبقى الوقت والسن عامل مهم جدا يجب ان يؤخذ بعين الاعتبار قولي بقى عايزة تقولي ايه انا ممكن تشبقى يعني بقولك يعني يا دكتور انه هيحصل حمل طبيعي ولا لا يا دكتور يعني من المخزون لما دا يقول المخزون ضعيف يعني الدكتور لما برخي حضرتك عندما اسأل عن الحمل هيحصل حمل او لا فالاجابة الحمل يحدث بيد من قال على نفسه انه يهب لمن يشاء وقت ما يشاء وكيف ما يشاء يهب من ربنا انا لا اعرف انا اللي اعرفه قلته فرص حدوث الحمل في حالة حضرتك بالارقام دي واردة ولكنها قليلة وضعيفة واذا حدث سيحدث على فترات متبعدة وده اللي حصل اتجاوزت 3 سنين في 3 سنين دول حصل حمله مرة واحدة واذا حدث في احتمالية عالية الاجهاض وهذا ما حدث تمام قد يحدث حمل الشهر الجاي وقد لا يحدث وقد يحدث حمل الشهر الجاي ويكمل 9 شهور وبعدها بشهرين يلاقي نفسي حمل تاني ويكمل 9 شهور كل دوارد في حالة حضرتك وقد لا يحدث وقد يحدث حمله 3 مرات وورا بعضه وينتيب اجهاض وقد لا يحدث واذا استمر الجملة بقى القاطعة اذا استمر عدم حدوث الحمل لفترة يجب السعي لعمل حقن مجهري ليس لانه الوسيلة الوحيدة لحدوث الحمل في حالة حضرتك لكنه الوسيلة الأسرع وعندما يكون المخزون قليل يبقى السن والوقت عامل يؤخذ بعين الاعتبار مش الدكتور بتاعك قلت كده ولا ما قلش طيب يا فاند ما هو الحق سيتطفق عليه الناس طيب بس أنا عايز أقول لحضرتك حاجة معليش جملة كده إنك تتجوز 14 سنة ده صغير قوي السنتين اللي قاعدتين في جوازك الأولاني ما حدش عمل لحضرتك تحاليل وإذا عملوا تحاليل ما عملوش تحليل المخزون قالوا دي بيت صغيرة نعمل لها تحليل المخزون ليه فكان وقتها تحليل المخزون لخمسة من عشر ده كان واحد وده كان قليل بالنسبة لسنك بس كان ممكن تداركه مش تداركه يعني نعالجه يعني نبقى فاهمين الحالة ماشي ازاي لكن ترك الأمر ليتطور ويتضهور المخزون وبالتالي مضطرة حضرتك أنك تسمعي مننا الكلام الوحش اللي احنا بيقوله ده شكرا لك لا عفو ربنا يكون معاك ويعطف عليك بعطفه ويهبك من خزائنه التي لا تنفذ معنا اتصال آخر طبعا ايه فان سلام عليك ازيك دكتور وعليكم السلام انا مادام سمر رجب اهلا بيك ازي حضرك دكتور حضرتك دكتور المعجزات وانا معجزة من معجزات حضرتك فالله يا دكتور رسلت ربنا اكريمت تشكل لحضرتك جدا ان شاء الله انا ماشي انا مكتبع مع حضرتك انا ربنا كرمني انا بقول للناس كلها والله حضرتك فعلا دكتور معجزات انا معجزة لما معجزة اقول على نفسي معجزة لان انا حملت بعد عند حضرتك بعد فشل حاني مجهري اه بعد فشل حاني مجهري انا كنت يأس بقى خلاص بعد ثمن سنين لف عندي بكاترة كتير وروح في هنا وهنا ومنزار برضو كل الكلام ده خلاص باي اكتفت جاهدي للحاني المجهري فهي حملت نمت تثبيت حقنا الصبح وحقنا بالليل واللي ده اكسم بالله حصل يا دكتور معي انا بقول بس للناس كلها كده برضو يعني عشان يعرفه وانا مرد ايه ومشيت اه حماجت شهرين من يوم ما عرفت ان انا حمل وانا بيحصل لاجهار عشان مفيش ضمير بس عشان مفيش ضمير اه ده انت بوايضات جميلة ده انت خلاص انت ان شاء الله هتجي لنا حمل فتاو امسانا حملت بس اقهطت بعد شهرين ونص مجرد ما عرفت ان انا حامل بقول للدكتور بتاع الحاني المجهري ايه الحل وكده نعمله تاني مفيش مشكلة نشوف ايه السبب طب ليه في اقهطت بقى بجد يعني كنت اقهطت جميل بس جيت لحضرتك حضرتك انسان مخترم جدا 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 بتراعي ضميرك عمري ما عملت تحليل المخزون ده وعمري ما عملت تحليل هرمونات لا لا ثانية واحدة ثانية واحدة معلش عشان انا مش فاكر حال حضرتك يعني ثمان سنين ومنهم حقن مجهري مفيش مرة عملت تحليل مخزون ولا عملت اي تحليل عند اي دكتور الا في الحقن المجاري بس ما عارفش ايه تحليل ايه كانوا بيعملوا حضرتك تحليل اسمه ايه تو عشان يتابعوا التبيد ويتأكدوا ان مسحصلك فرط بالتنشيط حفاظا عليهم وعلى بس يا دكتور هو داي يعني انا يقافت بقى طيب لما عملت تحليل مخزون طلع ايه سمر انا مش فاكر ولا حضرتك انا ما عملتش تحليل دي بالنسبة غير عمد حضرتك ايه يعني قلنا لك ايه بس انا حضرتك قلتلي ان شاء الله نكمل هنعمل بس منذار يعني علاج قبل المنذار محتاجة تخصي محتاجة انك محدش قال لخصي طبعا خالص يعني اكتشفنا ان حضرتك عندك تكايز موبايد دي خطة علاج تكايز موبايد تكايز موبايد من درجة جديدة ايه فقلتلي اللي احنا نشوف كده هنكمل طرد شهور علاج ومش عارف ايه ونعمل منذار ونكمل اعملت منذار ايه تكايزات من درجة جديدة عملتلي تصييب امم نشط مع حضرتك ربنا كرمني والحمد لله بشرني بشرة خير اه معايا دلوقتي امل من الحمد لله على ايد حضرتك اه حملت بعد داما شهور من المنذار ما يقفتش برضو فضلت ماشي بالصنشيط زي ما حضرتك قلت بالزبط وبالعلاج اللي حضرتك قلتو عمري ما خدت السيدفاج ولا اللي تريدير ولا العلاج دي غير عند حضرتك عمري ما عرضت حاجة اسمها تثبيت هيرمونات غير عند حضرتك رب الله قرمني وبقول لحضرتك في يوم لو ربنا قرمني يا دكتور يمس عاجل حضرتك هنا قلتلي تعالي انا كنا ببانسهاش قلتلي تعالي مش تعبطك كده في العربية من ورد ما سفر ايه ده يعني يعني تنطر قارة فقلتلي تعالي فعل انا كنت بقوم بتحرك بعمل كل حاجة في بيتي حمل طبيعي مية في مية جيت لحضرتك من غير اي حاجة والحمد لله ربنا كان للي حلى خير ومعي بنت دلوقتي الحمد لله وجيت لحضرتك دلوقتي دل مرة تانية وبعد بنت بربح سنين محصلش حمل من غير اغذي وسيلة اه فجيت لحضرتك فعذرك عملتلي من الزروا وانا ان شاء الله في فترة التنشيط وان شاء الله تقسل بحضرتك برضو يا رب بإذن الله ان شاء الله ربنا يخليك ربنا يخليك ويعامل ويريت ده كترة بس تتعلم حاجة بسيطة مش لازم يعامل يعني يعاملو زي ما حضرتك بتعمل حاجة بسيطة ما اللي حضرتك بتعمل لان فعلا احنا بنجري سنين مع ده كترة مش عايز اقول حاجة يعني احنا بنمشي زي ما هم ما بيقولوا احنا ما نعرفش طبعا احنا بنروح له الدكتور هذا توفيق الله حضرتك دكتور تخصص كيش مبايد دلوقتي النزة بقى كبيرة حاجة كل مريضة تيجي عندك لها ده بسمع عن حقاية معجزة الحمد لله ربنا يرزقنا الاخلاص في القول والعمل وربنا يعني يعامل حضرتك بحسن خلقك واخلاقك وده من اللي بيحرص على انه يشكر الناس هو اكيد علاقته بربنا كويسة لان من لا يشكر الناس انا منشكر لحضرتك جدا 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 وهذه قصة متكررة وزي ما بقول لحضرتك دائما عين دكتور تأخر الحمل هي الهرمونات وتحاليلها فهو العين التي يرى بيها هذه السيدة اللي كانت بتتصل من الصيد وتقول انا عمري 21 سنة ومحدش عملي المغزون لما عملت المغزون لقيت المغزون ضعيف تمام لما دام صمر بتقول ان انا عدت 8 سنين وعملت حقن مجهاري محدش عمل تحليل المغزون ده شيء محدش قال لي خسي رغم انها مريضة تكايص مضايد اتعمل لها حقن مجهاري وهو ليس عيبا لكنه يرجحها لحدوث مشاكل شديدة ومنها حاجة اسمها فرطة تنشيط وقد تنتهي الى عناية مركزة وبديلا لده ان الستة دي خدت علاج لمدة سنة تضبطت فيهم هرموناتها وخسطت فيهم وحدث حمله وربنا وفقنا وكملت ان شاء الله ربنا يجري الفضل على يدينا ويرزقنا الاخلاص والقول والعمل ومتشكل لحضرتك جدا وهذه قصة متكررة زي ما حضرك بتقولي خاصة في ظل تزايد مرضى التكيس واننا نصبح دولة من اعلى دول عالم اصابة بهذا المرض وان الاطباء لا يقولون الحقيقة يا استاذ احمد يالي قالو لكم الهرمون اللبن عالي ويتنام على ظهرها ثلاث ساعات تمام لان هذا خلال هرمون يعرف بتحليل الهرمونات ولا يعرف بالصنار اللي عدنا شهور نعمله ويقولوا لنا التبويض كويس هذه المهنة لها قواعد عندما تسرق تمشي على هذه القواعد ليس يقينا هيحدث حمل بالمناسبة الحمل يحدث دايما عمرنا بنقيم دكتور تأخر حمل لانه حصل حمل معه ولا ده توفيق ربنا لانه ممكن تعمل كل حاجة وربنا ما يريدش وممكن ما تعملش اي حاجة والست تحمل من اول شهر رغم النصيحة اللي تقلت لها نامي على ظهر ثلاث ساعات لا علاقة لها بالطب من قريب او بعيد لان الحمل في النهاية هبى من الله اما الدكتور فيقيم بالسلم التصاعد اللي بيطلع عليه في التشخيص وفي العلاج وعلينا ان نجتهد ونبذل كل الطاقة والمؤشرات الطبية وفي النهاية الحمل يهب الله لمن يشاء وقت ما يشاء كيفما يشاء تعالى علمه وقدراته علمه وطب الأطباء لكن هذه المهنة لها قواعد عندما نلتزم بهذه القواعد غالبا نحصل على نتائب جيدة لا اعني بنتائب جيدة حدوث الحمل لكن قاعد بنتائب جيدة ان نحافظ على مبيضه ونسبه وفرص حدوث الحمل منه ويبقى عندنا خطة علاجية مظبوطة نستطيع ان نسير عليها متشكر لحضرتك جدا ان شاء الله ربنا هيكرمك ويتملك التنشيط ويحدث حمل ويتملك بكل خير احنا معنا وقت داني طيب اذا كان كده حاضر اذا كان كده هنختتم انا سمعت وفهمت باذن الله يعني اقابل حضرتكم بكل خير ونتقابل على خير وساعدنا بحضرتكم ونرجو ان نكون اسعدناكم واستفدنا بحضرتكم ونرجو ان نكون افدناكم كل السيدات وكل الانسات باذن الله اجلكم في معادي بلا تأخير حاملا لكم ولكل سيدات الوطن العربي يا رب دايما 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 يفضل بنا بشي خير